مش بس الجماهير العادية اللي بينبهروا بالنجوم العالميين لإن فيه فنانين كتير رد فعلهم بيفوق كل التوقعات وبيكونوا على طبعتهم لما بيشوفوا نجم كبير ومحبوب بس اللي حصل المرة دي كان مش طبيعي بين رونالدو وحليمة بولند يا ترى إيه تفاصيل مفاجئة رونالدو في غرفة حليمة بولند وإيه هو رد فعلها وليه الجماهير اتهمتها بالفابركة تابعونا للنهاية وهنوضح لكم كل الكواليس الموضوع بدأ بمكلمة من اللاعب الدولي البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو لما أقرأ مكلمة هاتفية بالخطأ بالإعلامية الكويتية حليمة بولند وده أثناء تواجتهم في نفس الفندق وهو كان مفترض يتصل بصديقه بس تفاجئ باتصاله بيها بطريق الخطأ ووسقت حليمة بولند مكلمة كريستيانو ليها في غرفتها وتعرفوا ببعض خلال المكلمة دي وطلبت منه لقاءه بعد الاتصال مباشرة عشان تلتقت معه الثور ونشرت حليمة بولند فيديو على صفحتها على انستجرام وعبرت في الفيديو عن فرحتها الشديدة رغم أن الاتصال أصلا كان بالخطأ وقالت إنها أفضل غلطة في العالم أحلى غلطة والله جعل ما يغلط أحد غيرك وظهرت حليمة بولند في فيديو تاني وهي بتحمل باقة من الورود كانت ناوية تقدمها بنفسها لرونالدو وفجأة جالها اتصال تاني منه ووجهت في حدثها لي وقالت هلو كريستيانو رونالدو أنا أحبك والله العظيم علي الطلاج I love you وخرجت الجماهير واتهموها بفابراكة المكلمة بالذكاء الاصطناعي علشان يعني تتصدر الترند وردت عليهم وقالت في إشاعة تدحك طلعة إن المقطع متفابراكة وإنه بالذكاء الاصطناعي والله أنا معرف شو هو أصلا الزكاء الاصطناعي وركزوا في ذكاءكم الطبيعي ووجهت سؤال للجماهير وقالت هل يعقل إني أكون بهذه الزكاكة؟ إني أفابراك مقطع مش بس يحولني للمسألة القانونية لكن يحولني وراء الشمس الاتصال من غرفة لغرفة من تليفون الفندق يعني فيه شهود بالفندق نفسه في السيستيم وبيبين إذا كان من غرفة موديل أعمالي أو فيه صوت متغير وعن المبالغة في رد فعلها وتصوير المكالمة اللي تمت بالفيديو قالت حليمة بولند تصرفي كان بكل عفوية وبساطة أثناء اتصال من كريستيانو أنا واحدة من فان ذاته وصورت وزي أي حد بيشوف نجم بيحبه بيصوره فما بالكم بنجم عالمي في كل مكان وقالت إن حديثها معاه كان فكاهي وطلبت لقاءه من أجل التصوير بس وقالت كان كله من باب الفكاهة والضحك وقلت له إن بحبه وقلت أشوفه في اللوبي عشان بس أتصور معاه في النهاية بقى اكتبونا أنتم رأيكم في تصرف حليمة بولند هالرد فعلها كان طبيعي ولا أوفر شوية